النار من مستصغر الشرر افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله لا يحكم على المسؤول من سيرته الاجتماعية أو صفاته الأخلاقية الخاصة فأن كان ودوداً نظيف الكف فذاك يعني أن يكون رفقاً في سفر أو جلسة ديوانية لكنه حين يتولى مسؤولية ما ويعتمد في ذلك على تلك الصفات فهذا أشبه بنحر للمؤسسات لأن نظفة الكف واجب كل مسؤول كما هي من واجبات المواطن ولأن الدول قرار يصنعه رجال خبراء عركهم العمل العام فالأهم هو البرنامج والقدرة على التنفيذ بالمتاح من الإمكانات وإذا نقصت يعمل على تعزيزها وإذا فشل بذلك يترك المكان للأفضل منه على هذا الأساس يمكننا النظر في برامج الحكومة الأربع لسمو الشيخ صباح الخالد وهل نفذت الحد الأدنى مما وعدت به أم أنها غرقت في شبر ماء الحيرة وسقطت بسلسلة ضربات شعبية قبل أن تكون نيابية الإجابة على السؤال تبدأ من السجن المركزي والأحكام التي فرضها قانون الجرائم الإلكترونية التعسفي الذي قيد يد القضاء إضافة إلى أصحاب الرأي الفارين إلى الخارج الذين عوقبوا على كلمة نشروها في وسائل التواصل الاجتماعي فصرت كل تغريدة على تويتر بثمن باهظ جدا وهو سنوات من السجن أو النفي الاختياري كي لا يكابد المتهم العواقب المريرة تويتر بات اليوم ساحة مواجهة بين رؤساء دول ونخب ومواطنين عاديين في كل العالم ولم نسمع إلا في الكويت عن الأحكام القاسية لأن المسؤول في بلادنا عاجز عن مقارعة الحجة بالحجة وليس لديه إلا تكميم أفواه الناس مفرا وإخفاء للعاجز في المقابل تركت هذه الحكومات كل المشكلات الإسكانية والاقتصادية والتنموية وتفرغت لمقارعة أسئلة النواب والهرب من الاستجوابات إما بالرشوة الوظيفية وأما المالية وأما بتمرير صفقات قانونية متفق عليها لتخدير الناس تماما كما هي الحال مع منحة المتقاعدين التي تماطل فيها حكومة تصريف العاجل من الأمور فقد بات واضحا أن هذا الشعار سيكون عنوان المرحلة المقبلة بسبب العبث الدستوري الحاصل حاليا لو استعرضنا برامج الحكومة الأربع منذ نوفمبر عام 2019 حتى اليوم لو وجدناها خلية من المضمون لا تخدم المواطن الكويتي في شيء فهي على سبيل المثال لم تستطع إقرار قانون الدين العام الذي جعلته خشبة الخلاص بل ساومت عليه تماما كما فعلت في قانون الرهن العقاري الذي ألغته حكومة سابقة نزولا عند رغبة التجار الذين أرادوا زيادة أرباحهم والاستحواذ على مساكن المواطنين فيما هو معمول به في كل دول العالم بل هذه الخدمة المالية هي أحد أدوات تعزيز الحركة الاقتصادية في الدول بسبب كل هذا لابد من نظر باهتمام بالغ إلى ما يقوله الناس وسماء مطالبهم والتعاطي معهم بجرأة وليس بالقمع وتكميم الأفواه فما ينشر في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي فيه الكثير من الحرص على الكويت كوطن لجميع أبنائه وكذلك الأفكار التي تقدم مجانا للحكومة التي عليها أن تكون على قدر كبير من المسئولية الوطنية فإذا كان على قدر أهل العزم تأتي العزائم فأن الاعتداد بالنفس والمكابرة ليس من العزيمة لذا نقولها بكل محبة لا تستصغر الشرر فمعظم النار منه وكل الحوادث مبدأها النظر فانظروا بعين الحرص على الكويت وليس على المناصب